مرحبا مضام فينا نحكي مع الأستاذ خالد شوي مو موجود حضرتك مضامته إذا ممكن تبلغيه أنه رويته صار جاهزة نعم نعم خاصة طباعة بقى إذا ممكن يتفضل لعنه لحتى يستلم النسخ على راحته لا يوجد مشكلة ابدا ما حاب يطلع أهلا وسهلا بس النهم يأمن المبلغ اللي اتفقنا عليه عشرين رشادية يا مضام تسلم يا خانو تسلم سلمينا على الأستاذ كتير أهلين الله معك يا عاصم يا خيون عاصم نعم أستاذ إذا بتريد خلي الشباب يحزبوا رواية تحت الجسر ويطلعوها عسقيفة حاضر أستاذ سجني عندك أربع دهبات من ابن خالتي نصوح أربع دهبات من نصوح وستة دهب رشادي من أبو عبد الحميد سد دهبات عبد الحميد رشاديتين من صهري أبو حبيب رشاديتين أبو حميد يا ستة وخمس رشاديات من أختي وفيقة ورشادية تجميع من هالناس سجلتين سجلتين وغيرهم وليرتين دهب رشادي حق سوارتك شو صاروا صاروا عشرين دهبة عظيم جدا وانت عيني وبهالحالة هي بيكون المبلغ تطبق تماما طيب وباقي تكاليف الرواية مني رح تدبرها؟ من المبيعات الزلمي قال لي دبر عشرين رشادية دفعة أولى وستلم روايتك هاي دبرت له عشرين رشادية؟ هلا معقولة تطبع روايتك بدي؟ شو بدي ساوي؟ ما خليت دار نشر بالشام تعتب علي؟ ما كان حدا يرضى يتبنى الرواية كلهم قالوا لي نفس الكليشي أنو كليشي؟ قال سوق الروايات دائر كتير بهالأيام ما عد حدا أرى روايات وقال لو كنت كاتب غير شي كان ممكن يتبنوا إنتاجي مثل شو؟ يعني شو اللي ماشي سوقه بهالأيام؟ التطبيل والتزمير لمنجزات الوالي طيب ليش أنت ما بتكتب هيك شي يعني ما بيطلع بإيدك؟ لا يا ماجيدة معقولة ما يطلع بإيدي يكتب هيك بس هالشغلات للكتاب الصغار للمتسلقين على مهنة الكتابة مو لرواي مثلي يعني معقولة هيك تكون نظرتك إلي يا ماجيدة يعني حتى أنا إذا نويت اكتب هيك شي المفروض أنت تمنعيني هلا هيك كتب بتربح؟ ايه بتربح وبتصور أنه مربحة مضمون يعني إذا وزعوها على الدووين الحكومية ومجالس المتصرفين بيلموا بقرة جحي إلا كان نعمل لك شي كتاب أو كتابين من هدول ومنربحة الكتابين طبع روايتك مو أحسن بتغرق حالك بالدي مستحيل أنا أكتب شي مو مقتنع فيه مو استخفافا بمنجزات الوالي ولا بالصدر الأعظم ولا بالعمران ولا بالنهضة اللي عم يدعمه السلطان لا بس أنا إذا كتبت عن هاشي رح يرؤولك ها خالد عم يلقلق بده جائزة ثانية بده خلعة سلطانية شو عم بتعمل؟ شو عم بعمل يعني؟ عم ضب الدهبات بالشنتة وإمتى رح تغير لي هالشنتة اللي معدتين؟ صالي جيني اكتئاب من شوفتها؟ ليه شبهة؟ الله وكيلك مال إسطنبول والجلد التركي مشهور بقى من شو بتشكي؟ ما بتشكي من شي بصلي بشوفك حاملة من أيام الخطبة يعني من عشر سنين حاجتها خطمة عشر سنين لو كانت حديد كانت مفنة حيلة عالتقاعد بقى طالما لسا تعم تقضي غرض ما رح أغيرها بعدين أنا بتفاقل فيها كتير وشها حلو عليّ كتير وشها حي الكتابة؟ قبل شرشح بعدين؟ يعني كان ضروري العذاب لحلب هلأ بكل الشام ملقيت دار نشر لحطت طباعة بحلب هذا جاي بحرف الطباعة جديد جايبه من فرنسا بعدين هو الوحيد يلي قبل يطبع لي بالدين وبشو طالي؟ بالقطار، بشو بدي يطلع يعني؟ وشو جاب القطارات على بالك هلأ؟ اطلع بالعربي القطار أسرع بعدين معي مقال لازع حطيت له رؤوس أقلام وبدأ أكتبه بالطريق قرت لحالي بالقطار، ممكن لاقي وقت أكتب الله يجيدنا من مقالاتك اللازع بس إن شاء الله ما تكون متقل العيار وتعملنا مشكلة متل المرة الماضية هو بيني وبينيك، العيار تقيل شوي انتي بتعرفي مو بيدي هالشغلة يعني أصبيعي هي اللي بتحكرني راسك يابس ما في فائد من الحكي معاك موسيقى موسيقى يعطيك العافي أهليم سهليم في محلات القطار حلقة في سيدني الله يرضى عليك محل واحد بريمو عزيم لا سبق يا عشداي شكراً عاتك عافي الله معه موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للحوال المترجم للقناة أيها بشكل جيد و Elliot الله يبارك فيك. شرف. وهي حلوان الشنتة. لو أم تيروح لها؟ لعند مدير الصالب الزاد. شنتايتك صارت عنده. شكرا حبيبي. شكرا أنا عمتك رعا فيه. شو مواصفات الشنتة؟ شنتة بالنية كحتي. إلا زحاب مع جنب. مصبوط. مصبوط فيك شي. الطمان أستاذ الطمان. نحنا عنا هون بالمحطة مضي أشي. ليش؟ لأنه موظفيننا معوّدين على الصدق والأمانة. والمسافر عادةً بيكون ملهوش. بيلحش أغراضه هون وهون. ونحنا شغلتنا اللملة من وراء. شو نساوي يعني. هيك شغلتنا؟ الله يعطيكم العافية. عم تتعبوا كتير. فعلا أنكم عيون ساهرة على أغراضه شناتي المواطنين. الدرح حصين أنتوا. شو ما عمل الواحد ما بيقدر كافيكم. بقدر استلم الشنتة؟ ايه على عيني. بس أنا الشنتة طلعت من عندي. طلعت؟ لأوين طلعت؟ شلون خليت هو تطلع؟ طوّل بالك أستاذ طوّل بالك لحتى فاهمك. أنا لما استلمت الشنتة أيقان دغري إنه لحده من المسافرين. نادينا عليك ثلاث مرات. ماحد يسمع. ماحد يرد. وين كنت حضرتك؟ بجوز كنت جوا بالقطار عم أحكي مع واحد اسمه أبو عذاب. مشان هيك ما سمعت. طيب إذا أنت كنت ملتهي بالحكي مع أبو عذاب. نحن شو دخلنا؟ أخي المهم هلّا وين صارت الشنتة؟ أنا لما ناديت وما حد رد علي سلمت أصولاً للكاراكون. ليش؟ لحتى أخلي الطرفي من المسئولية. مو نقصني وش عراسي أخي أنا التانية. يعني هلّا أنا روح على الكاراكون؟ ايه هلّا روح على الكاراكون. تلاقي شنتايتك عم تستنى كينيك مع أحد رجال الدرك. شكراً كثير كثير خيرك. شكراً. لعتكير عافي. أهلين. الله معك. مرحباً مرحباً. يعطيك العافية. أنا مدير النشر بحلب. أخر علينا الأستاذ خالد. ما يبدو يجو يستلم روايته؟ اليوم الصبح طلع من الشام؟ كثير منيح. إن شاء الله معه المصاري؟ منتاز، منتاز، منتاز. شكراً مضاً. أسفين على الإزعاج. يا عاصم. لخيوه. أيوا أستاذ. إذا بتريد خلي الشباب ينزلوا رواية تحت الجسر من عسقيفة. عراسي أستاذ. مرحباً. وطعش. تسع طعش. وهي عشرين. هدول عشرين رشادية. رشادية تنطح رشادية. خدون وعمللون ضبط ودخلون على الكراكون برسم الأمانة. حاضر سيدي. يلا خود. حطهم بالشنتين. سيدي، في ورقة بالشنتة. هاتلة شوف. بل كيفية عنوان صاحب الشمطة. اسمع اسمع شو متوم اسمع. إن جناب الوالي المعظم أعزه الله. رمز مشرق للبلاد. هو النظام المستقر. والدستور الآمن. هو الأمل المرتجى للوطن الكبير. هو ورجاله المخلصون الشرفاء. الذين يفدون الوطن ويفدونه بأرواحهم. والذين تخرجوا معه من الأستانة. وساروا برفقته على الدرب الصعب. وكل ما عدا ذلك. من بطانة عثمانية فاسدة. وحاشية حاقدة. ووجوه مرائية من بعض الأعوان المنتفعين. وبعض التجار المنافقين. وبعض المسؤولين المرتشين. والمطبلين والمزمرين. لمنافع شخصية وليس لأهداف وطنية. فهؤلاء يجب خوزقتهم على الخازوق. وحبسهم في أقفاص تجول السوق. ليتفرج عليهم الناس ويتتعذوا. لعبة. شوها؟ خير جواد بيك؟ شباكم مثل اللي نغزته مسلي تحت باطو؟ معلوم؟ هي خرب بيته؟ هدا عم يحكي علينا ها؟ لخ عم يجيب معدل العصباليين؟ أنا بفرجيه. أكيد رح يجي يسأل ع الشنطة هون. وساعتها رح فرجيك شو بدي أعمل فيه. قسما بالله لحطه بالحجر. وأعمل من جلده دربكات وأسعاله بالنفي ع ديار بكر. قسما عظما لأعمل من لحمه وكبه هبره. يمينا مغلصا بمجرد ما أمسكه. بدي أحبسه بسجن الدم حتى تنشف عروقه ويهرهر لحمه. لك تعدني أمي إذا فات على هالكراكون. غير إجلده سبعمية جلدة حتى يتفذر جلده ويتكثر عطل. لك ما بكون جواد بيك السعدان لي إذا ما نسميته حليب أمي. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر